الخامسة صباحا بتوقيت القاهرة أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء من عاصمة الخبر فازت الديمقراطية كورتيز ماستو في سباق مجلس الشيوخ عن ولاية نيفادا لتنتزع بذلك سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ بخمسين مقعدا وهزمت ماستو منافسها الجمهوري آدم لكاسالت النائب العام السابق الذي أيده الرئيس السابق دونالد ترامب اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زليانيسكي القوات الروسية بتدمير البنية التحتية الحيوية في مدينة خرسون الجنوبية قبل الانسحاب مضيفا أن السلطات المحلية بدأت في إعادة الاستقرار إلى المدينة ووصف زليانيسكي المعارك في المنطقة دونتسك بشرق البلاد بالجحيم مضيفا أن القوات الأوكرانية سيطرت على أكثر من ستين تجمعا سكانيا بمنطقة خرسون قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميتفديف إن بلاده لم تستخدم كل ما لديها من أسلحة في عملياتها العسكرية بأوكرانيا وأضاف المسؤول الروسي أن موسكو تقاتل الناتو والغرب بمفردها مشيرا إلى أن روسيا مستمرة في معركتها للحفاظ على سيادة أراضيها وأنها لن تستعمل أو لم تستعمل جميع ترساناتها ولم تقصف جميع الأهداف المحتملة أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن أوكرانيا صاحبة القرار فيما يتعلق بتوقيت ومحتوى أي إطار عمل للمفاوضات مع روسيا جاء ذلك خلال اجتماع بلينكين ونظره الأوكراني ديمترو كوليبة ما قش الجانبان التزام الولايات المتحدة الثابت بمساعدة أوكرانيا على التخفيف من أثار الهجمات الروسية على البنية التحتية الحيوية مع اقتراب الشتاء بما في ذلك تسريع المساعدات الإنسانية وأكد الوزيران أهمية تجديد الاتفاق الذي يتيح لأوكرانيا تصدير الحبوب عبر البحر الأسود قبل أن ينتهي سريانه السبت المقبل أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس الصيني شي جينج بينج سيلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن خلال فعاليات قمة مجموعة العشرين السابعة عشر في أندونيسيا ويعد الاجتماع المرتقب بين الرئيسين أول لقاء مباشر بينهما منذ تولي بايدن منصبه كما أفدت الخارجية الصينية أنه من المتوقع أن يلتقي جين بينج الرئيس الفرنسي إمانويل ماغرون خلال القمة وقعت الحكومة الأثيوبية وقوات تيجري اتفاقا يحدد قارطة الطريق لتنفيذ اتفاقية السلام التي توصل إليها الجانبان بواسطة من الاتحاد الأفريقي يأتي الاتفاق بعد أسبوع من المفاوضات بين المفاوضين العسكريين وجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجري قالت وكالة رويترز للأنباء إن تنفيذ هدنة إثثيوبيا سيبدأ فورا لوصول مساعدات الإنسانية وحماية المدنيين ونزع السلاح شكرا لكم وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرانيوز دوت نت كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعية المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستجرام ويوتيوب ويمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 Vertical إلى اللقاء اشتركوا في القناة